السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الاول السنوي في موعدنا الاسبوعي. النهاردة بقى ان شاء الله هناخد مع بعض جبر. هنكمل مع بعض اللي احنا اخدناه. يبقى احنا النهاردة هناخد جبر. هناخد بقى المعكوس. احنا خدنا المحددات خلاص وفي منها. هناخد بقى المعكوس الدربي المصفوف. يعني ايه معكوس دربي? اه المعكوس الدربي انا اخدته للاعداد الحقيقي. خلي بالك لازم تفرق بين انت الاعداد والارقام اللي انت كنت بتاخدها في المراحل اللي فاتت والمرحلة السنوية بتاخد فيها منهج اسمه المصفوفات. المعكوس الدربي زمان للاعداد الحقيقية. لما يكون عندي عدد نسبي اسمه الف على بيه مسلا. وعدد حقيقي اسمه الف على بيه او اي عدد. وعايز معكوس الدربي مقلوبه. لو حاصل ضربهم بيساوي المحايد الدربي. ده في الاعداد الحقيقي. او اي اعداد او اعداد نسبي. او الارقام. خمسة معكوسها الضرب واحد على خمسة. اتنين على سبع معكوس سبع على اتنين. واحد على جزر اتنين. معكوسها الضرب جزر اتنين على واحد. ده في الاعداد الحقيقة او اي اعداد ده لسناها قبل كده. طيب المصوفات بقى. ايه بقى ايه? ايه ما هو معكوس ضربي ده? هنشوف. قالك اول حاجة اول شرط من شروط ولازم تكون المصوفة مربعة. اي مصوفة مربعة ولي اكون على النظج اي اتنين في اتنين. ولي عندي مصفوات اسمها اربعة تلاتة سالب اتنين سالب واحد. وعندي مصفوات تانية به عبارة عن سالب نص سالب تلاتة على اتنين واحد اتنين. قلت لك المصفواتين دول عايزة اضرب الف باق. اعرف ضرب المصفوات طبعا. او اضرب باق فالف. هيدين ايه? تعال انجرد. اولا لان دي مربعة ودي مربعة ينفع اضرب الف باق واضرب باق فالف. لكن الاتنين المقفوظ ما يطلعوش زي بعض. لان الدرب ليس عملية الدليل. طيب تعال اضرب مع بعض. اضرب ده كده. هنا اربعة تلاتة سالب اتنين سالب واحد سالب نص سالب تلاتة على اتنين واحد. لما اضرب صف العمود اربعة في سالب نص يديني سالب اتنين. وسالب اتنين في سالب تلاتة على اتنين. تانية مستر كانت تقوليه? لما اضرب اربعة في سالب نص هيديني بقالة الحزباء اتنين. سالب اتنين. ولما اضرب سلب سلب 2 في سلب 3 على 2 يديني موجب 3 لما نجمعهم بعد يديني 1 هضرب الصف ده في العمود ده 4 في 1 ب 4 وسلب 2 في 2 سلب 4 مجموحهم 0 اضرب الصف اللي بعضه في العمود اللي أولان هيدييني 0 اضرب الصف ده في العمود الأخير هيدييني 1 إيه ده؟ ده دلي مصفت الوحدة يا مستر ادلي مصفت الوحدة يعني درب المصطيع وحدة تعالي نضرب بقى به فالف بنفس الطريق أكتبه هنا به وهكتب هنا ألف وهضربهم بنفس الطريق مستر ده داني برضو مصفت الوحدة بنفس الكلام بديني مصفت الوحدة بش يتقلت منفع ألف في بها ما تساويش به في ألف ما عادل حالة دي ألف اللي بتساوي بها ألف لأن الألف والبي معكوس ضرب للآخر الألف معكوس ضرب للبي والبي معكوس ضرب للآخر يبقى نخش على التعريب بقى إيه إيه تقول إن مصفوفة ألف هي معكوس ضرب للبطفوفة به لو أنا ضربت ألف في بقى وطلعت معايا ما صففت الوحدة أو العكس بقى في ألف وطلعت معايا ما صففت الوحدة هي بس عييتها قولي إن الألف معكوس ضرب للألف ايه والبي معكوس ضرب للآخر طيب هنرمز برامز ايه ألف قسط قد عني معكوس ضربة في ألف يديني ايه لا يلسه إيه لك يديني ما صفت الوحدة أو لو أنا عندي ألف درب طهف ألف أسالب واحد يدي ني مصفوفي ايه ايه وحدة يبقى أي مصف تين يتدربوا ببعض يدي لي مصف توفيت الوحدة إكيد الأول هو معكوس دربة للإيه للأخر تعال بقى نشوف إزاي نيجيب معكوس دربة اللي مكرر علينا السنة دي في قولة سانوي هو أنك تجيب معكوس دربي لمصفوفة اتنين في اتنين إن شاء الله لما تخش في الثالثة سانوي هيبقى عندك معكوس دربة لمصفوفة ثلاثة في ثلاثة إذا يجب معكوس ضربي المصفاء اتنين في اتنين قالك تعال أقولك أول حاجة القانون بتاعها بتجيب واحد المحدد الرمز المحدد وخدناه قبل كده مع افتارية كرامر يبقى المعكوس الضربي هي عبارة عن واحد على المحدد يعني أجلسي ما جيب المحدد الأول طبعا طب هاتو أمستر المحدد ألف هنعمل حاصل ضرب الكتر الرئيسي ناقص حاصل ضرب الكتر الفرع تلاتة في تلاتة بتسعة ناقص سلب واحد فاربعة بسلب اربعة هيديني تلاتة المعكوس الضربة هو واحد على التلاتة وبعدها قالك الكتر الرئيسي الكتر الرئيسي أبدله والكتر الثاني أغير إشاراته يعني إيه يعني الكتر الرئيسي عنده هنا كان تلاتة وتلاتة أبدله هو حصد نجال أقام زي بعض لكننا أبدله قال ليدي ده فوق ودي تحت والكتر الثاني غير إشاراته واحد وسلب اربعة هدي سمعها مصفاء المحكوس الدرب المحكوس الدربة المصفوفة. يجي طالب عسل كده زي ياسا بس اقول لها مستر طب جرب لنا كده المصفوف انت كسبتها فوق دي. اللي هي اربعة وتلاتة وسالب اتنين واحد. شو تقول ده المحكوس الدربة تم تجيبه كده وقرينا. موافق. تعالنا نكتب المصفوفة دي ونشوف مع بعض. هيطلع كده ولا لا. ادي المصفوفة اللي احنا كنا مكبينها دلوقتي حيالا مع بعض اهو. مصفوفة آلف. اللي هي عبر عن اربعة تلاتة سالب اتنين. سالب واحد. يلا عايز حد يساعدني بقى. اول حاجة جيب الايه? اجيب المحدد بتاعها يا مستر. حاصل ضرب الكتر الرئيسي. نايس حاصل ضرب الكتر الفرعي. سالب تلاتة سالب اربعة زائد ستة. طلعت معايا اتنين. يبقى المصفوفة دي المحدد بتاعها اتنين. يبقى لابا انا عايز اجيب معكوسها الضربي. اول ايه? واحد على المحدد. الكتر الرئيسي. وهنا اربعة والقطر التاني. اغير تشارات وكل عنصر مكانها. طبعا مستر اضرب سالب نص جوه. احنا قلنا بكده في المصفوفات. لو هضرب اضرب في كل العناصر. هيديني هنا سالب واحد على اتنين. هيديني هنا سالب تلاتة على اتنين. هيديني هنا واحد. هيديني هنا اتنين. مش دي نفس المصفوفة اللي كانت هناك اللي احنا جبناها من شوية. يبقى دي كده المصفوفة او المعكوس الدربي المصفوفة. ازاي اجيبه? قلنا عن طريق. ان انا اقول واحد على المحدد. الكتر الرئيسي ابدله. والقطر التاني اغير اشاراته. طيب اين امكن? يعني يا مستر اين امكن? ده هو ممكن في مسألة مجبلهاش محكوس دربي. في مصفوفات محكوس دربي. ليه? ليه? انا عايز قبل ما اقول ليه? يكون حد كتب السبب على الجروب. مستر اشرف قلنا مين بقى اللي كتب السبب على الجروب. ليه يا مستر? في بعض المصفوفات مبقاش لها معكوس دربي. زي المصفوفة دي. اللي قدامي انك تتهى دي. ملهاش معكوس دربي. حد قال لي. اه جدع اللي جاوب معي دوت. لاني لو انا عملت جبت المحدد المراضي. تلاتة بخمسة بكاب. خمستاشر. واحد بخمسة ركاب. خمستاشر. خمستاشر. خمسة ركاب صفر. ده المحدد بصفر. طب احنا عندنا في الرياضة. ينفع قول واحد على صفر? ينفع نقسم على صفر? لا. يبقى اذا لما المحدد يساوي صفر يبقى المصفوفة دي ليس لها معكوس دربي. بسموها مصفوفة منفردة او او شازة. ملهاش معكوس دربي. المصفوفة اللي المحدد بتاعها بيساوي صفر ليس لها معكوس دربي. ده سؤال بيجي ده? طبعا. طب ديني مسألة وديني كده. اعرف حلقة السؤال بيقولك ايه? السؤال بيقولك اذا كانت المصفوفة ألف? وبرعا سين وثلاثة. واثناشر. وسين. دي مصفوفة. بيقولك ليس لها. بالسؤال بيقولك اوجد قيمة السين الحقيقية التي تسجع المصفوفة الف لها معكوس ضربي. دي ليها معكوس ضربي. عايز السين. يبقى هاجيب المحدد لان كلمة معكوس ضربي ليها او ملاش ده اللي بيحددها المحدد. يماشي. هاجهات المحدد. سين في سين بسين تربيع ناقل ستة وتلاتين. ده أين تكون لها معكوس ضربي؟ لو المحدد لو المحدد ما يسويش الصفر. طب يقدر ستة وتلاتين ناحien التانية يبقى السين لتربيع ما تسويش ستة وتلاتين لأخذي الجهاز يبقى السين بسويش ولا موجب ولا سالب ستة. يعني النصفوفة دي عشان يكون ليها معكوس ضربي لازم الصين ولا تكون ستة ولا بكون سالب ستة. ده لما يقول لي لا معكوس ضربي. يبقى السين ما تفعل ستة والسالب ستة. طب العكس بقى نفس المسألة نفس المسألة نركز مع في حتا دي كده لو ما قالك بقى المسألة لو هو قالك كده في الامتحان قالك اوجد قيمة سين الحقيقية التي تجعل المصفوفة ليس لها معكوس ضربي يبقى معنك يبقى بقول لك ايه ان السين ما تسويش عارف يعني ايه كلمة ما تسويش يعني السين تنتمي لحه معادة ستة وسالب ستة دول ما ينفعوش لو قالك هات قيمة سين يبقى تقول له حه معادة ستة وسالب ستة لو قالك السين ما تسويش ايه تقول له ستة وسالب ستة اما لو قالك ليس لها معكوس ضربي كلمة كلمة معكوس ضربي يبقى المحدد نفسه بصفر يعني السين تربع ناقل ستة وتلاتين بتساوي السفر يعني السين تربع بتساوي ستة وتلاتين يعني السين هتساوي مجب وسالب ستة يبقى لو قالك في السؤال ليس وفي كلمة غيرت المسألة هنا قال لها معكوس ضربي فقلت السين حه معادة ستة وسالب ستة هنا قال لي ليس لها معكوس دربي. ملهاش معكوس. يبقى اكيد المحاوضة بصفر. يبقى اكيد السين يا سيد تاسر بسين. تركز اوه في الحتة دي. ده سؤال مهم جدا. ناخد تدريب عليه تاني. ونشوف مني. اللي معي السؤال ده. بقول لك اوجد قيم السين الحقيقية التي تجعل اوجد قيم السين. هو عايز السين. التي تجعل المصفوفة دي لها معكوس دربي. سين ناقص واحد. يالا انا هكتب براها اهو. عشان تحض يكون سباقني وكتبها. وسؤال سواهلي جدا. و هو عازي يشوف كده. مين سعيدني فيها. انا بقول لك ان دي لها معكوس دربي. بقى هنجيب المحدد يا مستر. تعال نجيب المحدد. هاول السين ناقص واحد في سين ناقص اتنين. ناقص تلاتة فاربعة باتناشر. افوق القوز ده. سين في سين بسين تربيع. طرفين سالب اتنين سين. ووسطين سالب واحد سين. يبقى سالب تلاتة سين. سالب واحد في سالب اتنين موجب اتنين ناقص ستناشر. يبقى سين تربيع ناقص ثلاثة سين اتنين ناقص ستناشر يدي لي سالب عشرة. طب بعدين اعملها مستقبل احللها عشان انا هساوي ده بالصفر. لما حلل ده كده هلطلع عن السين بتاع سالب اتنين. هو انت عايز قيم سين انت قلت بقى المسألة لها معكوس دربي ولا ما قلش قلت لها معكوس دربي. يبقى ما ينفعش السين خمسة وسالب خمسة ما ينفعش. امت عايز سين اقول لك سين بت담ي كل حاجة معادة خمسة وسالب خمسة. اي حاجة تنفع معادة الخمسة والسالب اتنين ما ينفعش. اش معنى خمسة وسالب اتنين ما ينفعش لان دريس كيد sor Rae محدد يا صفر. يبقى ليس لها معكوس دربي. اما ما اللي مكنت شكتب حاضي امتى. لو كان ر 금ا سؤال بيقولك ليس لها معكوس دربي. لو قال لي ليس لها معكوس دربي يبقى السينية خمسة بس يا سالب اتنين بس كلام ده كلام ده جميل حيل وقوي قال لك بقى انا اخد شوية خاصة على المعكوس كده ورايئة من اللي خدناها قبل كده مصفوفة جبت معكوسها الدربي وبعدين المعكوس الدربي جبت معكوس الدربي تاني واحد يقول لها ترجع على اصلها مستعدة شبه المادة ايوة مش زي المادة طبعا بس شبه المادة فيك تاني لو انا عندي مصففتين مضرون في بعض وجبتهم معكوس الدربي قال لك يبقى اجيب المعكوس الدربي به واجيب المعكوس الدربي واضرهم فعض مستعدة شبه المادة برضو احنا كنا في الدربي لما نوزع المادة كنا بمبدل اشكرك بس يا مش زي المادة هو شابه قريب كده اشكرك جدا انت عندك قوت ملاحظة ولما يحق يبقى لما وزع الاس سالب واحدة عليهم لكز معك الحاجات دي او الخواص دي بتيجي في انتحان جدا مسعب يسألك عليها فلازم تفهم واحد يقول لنا هستفاد ايه يا مصر بالمعكوس الدربي ده عارفتم يعني استفادنا بايه لا استفادت حاجات مهمة جدا لما اجا اقول لك اوجد قيمة سين حيث سين دي مصفوفة اوجد المصفوفة سين مش حرقا ما قلتش السين على الحقيقي بقول لك اوجد المصفوفة سين التي تحقق المعادلة اتنين تلاتة سلب واحد صفر في المصفوفة سين بتساوي سلب واحد واثنين خلي بالك ان الدرب ليس عاملها الدليل يعني المصفوفة دي في سين غير سين في المصفوفة دي واحد يقول لدي ما سين دي مصفوفة الوحدة ليه طب دي سين دي معكوس درب دي ليه انت بتقول كده ليه هو النتج هنا واحد المصفوفة الوحد لا يما انت بتقلف وما لعملها مثلا انت عايز سين اه عايز سين طب انا زمان زمان بس انا بداردش معاك يعني لما كان عندي معادلة زي كده اتنين سين بتسوي عشرة كنت بامسك الاتنين دي ودي ضرب اتنين في سين ده العداد الحقية المعادلة تعدل حقية كنت عشر اتخلص من اتنين بجيب معكوس الدرب للاتنين يعني الاتنين اودي لنا احي تانية بمعكوس دربي واحد انا كنت بأس مع الاتنين ما هو ده معنا هجيب معكوس دربي عشرة في نص يديني خمسة ايه ده يعني انا حس كنت عايز تقول ان دي شبه المعكوس دربي بس فيها حتة مختلفة عن تعد زمان خالص زمان ضرب الاعداد الحقية عز حملية الدلية فلو ضربت اتنين قسمت على الاتنين ضربت عشرة في اتنين قلت النص في عشرة قلت عشرة في نص مش فرقة اما هنا تفرق كتير هي المصوفة اللي انت عايز تتخلص مش انت عايز السين بس يبقى انت عايز تتخلص من مصوفة دي المصوفة اللي انت عايز تتخلص منها قدام السين ولا ورا السين قدام السين يبقى أنا هضرب في معكوسها الضربي يعاني لو المصفل قدام سامتها ألف ودي سامتها بيه وعادة تخلص من الألف دي يبقى هضرب في المعكوس الضربي بس من قدام إيه دا طبعا المصفل انت عايز تخلص منها قدام السين ولا ورا السين قدام السين تفرق طبعا لأن الدرب ليس عملية إبدالية فأنا هضرب هنا في سالب واحد من قدام يبقى لازم تضرب هنا برضو في ألف السالب واحد يعني ما ينفعش أقول به في سأل لا غلط يعني لما هضرب بعض يديني مصففة الواحدة لها بتأسرش في الراجبة السين يبقى السين بتساوي المعكوس الضربي للمعامل في مصفوفة اللي برا اللي هي ساموها النواتج يعني حل السؤال دا زي يا مستر بتاعي نحله مع بعض تاني عشان نفهم السؤال بيقول لك كده اوجد قيمة المصفوفة سين إذا كان اتنين ثلاثة سالب واحد صفر في المصفوفة سين بتساوي سالب واحد واثنين واحد يقول لها من خطة بدأ مستخصص تحت اعمل إيه انت عايز سين يبقى هجيب المعكوس الضربي للمعامل بتاعها ده وتخطها تعال بقى اول خطوة نسمي دي مصفوفة سمها الف في المستوات دا كده واجيب لها معكوس هالضربي مستعد مش محتاجة دا لك اجيب معكوس داربي مجرد النظر جدع يالله اجيب معايا اتنين في صفر بصفر ناقص سالب واحد في تلاتة يديني تلاتة يبقى واحد على التلاتة اللي هو المحدد وبعدين اعمل ايه القطر الرئيسي ابدله صفر واثنين وقطر التاني غير اشارك هو ده المعكوس الضربي اضربه في مين في النواتج انت كنتها في الاول لي لان هي اصلا في الاول از محترمة طيب اعمل لها تضرب مصفوفتين والسؤال خلص اضرب ازاي اضرب الصففين عمو صفر في سالب واحد بصفر واحد في اتنين باثنين وبعدين هعمل التاني هبدأ اضرب تاني بعد كده اه هضرب بعد كده بقى سالب تلاتة خلي بالاك اجي تلاتة ببرا لسه اللي ما عندش مشكلة فانا بضرب الصف في العمود اهو صفر الصف الاول في العمود الاول صفر في سالب واحد بصفر واحد في اتنين في اتنين هضرب الصف ده في العمود اللي بعده سالب تلاتة في سالب واحد ادي لي تلاتة واتنين في اتنين باربعة تلاتة واربعة سبعة نعمل الوقت يا هضرب بقى التلاتة جوه يبقى المصفاصين عبارة عن اثنين عالثلاثة وسبعة عالثلاثة. مستر معيش اشرح تاني كده. عسنا تكون عملت حاجة غلط ولا حاجة. تعال نشوف تاني احنا عملنا ايه. انا قلنا اول حاجة عندي مصفى اسمها اثنين ثلاثة سالب واحد وصفر. جبنا المحدد. طلع ثلاثة. وادم ثلاثة يبقى لها معكوس دربي يبقى المعادلة تتحل. طب حالدها ازاي? قلنا هجيب المعكوس الدربي المعامل. اللي هو واحد عالثلاثة. وبعدين الكتر الرئيسي ابدله. اللي هو الصفر والاثنين. خلت لي الصفر فوق الاثنين تحت. والكتر الثاني غير اشاراته. مية مية اشكرك. قديني جبت المعكوس الدربي. هعمل في ايه? اضربه في النواتج. واحساج واحد اثنين. ضربت السؤال خلص. وضربت الصفة في العمود. وجبت الاجابة اثنين عالثلاثة وسبعة ثلاثة. مستر ينفع? هتلع قسور كده اه. مستر ينفع حسب الاختيارات. انت مش تكتب حاجة حسب الاختيارات اللي عندك. لان انا وردتك ازاي تحل مهاتلة. تعال برضو نمسك دي واحدة تانية كده. ونشوف انا رات نحلها زين مع بعض. بهي براحة كده. يقول لك انا عندي اوجد المصفوفة سين. اوجد المصفوفة التي تحقق ان السين في يلا انا هاتي براحة اهو. عشان نشوف بني يحل معي. تلاتة صفر. تسابعة تلاتة بتساوي تلاتة صفر عشرة تلاتة. اسألت قائل هي المصفوفة المضروه في سين قدامها ولا وراها وراها. اشكرك يا لي بتجيه وقال لي يا مستر عشان اجيب السين يبقى يبقى هجيب المعكوس الدربي ده واضربه في الخلف. يعني هقول كده بيساوي المصفوف اللي في انتعادة النواة الكتبتال زي ما هي. وهضرب هنا في المعكوس الدربي بتاع ده. ازاي نجيب المعكوس الدربي نجيب المحدد الاول يا مستر بتلاتة بتلاتة بتسعة تسعة ناقل سبعة يديني تسعة ناقل صفر يديني تسعة يبقى واحدة على التسعة. مستر ينفع اكتب واحدة تسعة هنا ينفع لان ده رقب. وبعدين هنعمل ليه الكتر الرئيسي ابدله. هو انت لي جابتها ورا لانها ورا. والكتر التاني غير اشاراته الصفر ما بتغيرش اشاراته. نعمل ليه الوقت يا مستر نبدأ نضرب بقى نضرب نضرب مصوف مصوفة هضرب الصف في العمود. تلاتة في تلاتة بتسعة زائد صفر يديني تسعة. هضرب الصف في العمود. تلاتة في سالب سبعة يديني سالب واحد وعشرين. وهقول تلاتة في عشرة تلاتين. تلاتين ناقص واحد وعشرين يديني تسعة. هضرب الصف في العمود. صفر في تلاتة بصفر وتلاتة في صفر بصفر. هضرب الصف في العمود. صفر في سالب سبعة يديني صفر زائد تلاتة في تلاتة بتسعة. اعمل ايه? اقس مع التسعة بقى ما هي كلمة اضرب في تسعة اقس مع التسعة واحد واحد صف واحد. جبت المصفوفة سين وهو ده اللي هو كان عايزه والصلاة الخلص. نقول بقى تاني انا كنت بقول لحتة مهمة جدا. لما يكون عندي مسألة او معادلة مصفوفية. بقول لك الف دي مصفوفة وسين مصفوفة. بتساوي بيه وبيه مصفوفة. وعايز المصفوفة سين. اعمل ايه? يا الالف قدام ولا ورا قدام. بجيب المعكوس دار بالالف اضربه في البيه. ده قانون مهم جدا. القانون ده هيدخلني ان انا ممكن احل معادلات زي ما حلناها بكرامر. وزي ما تعلمنا في المرحلة ايضا نحلها بالحسف. هنحلها باستخدام المصفوفات. السؤال يقول لك اوجد مجموعة حل النظام المعادلات. اتنين اتنين سين زي التلاتة صاد. بتساوي سبعة. وسين ناقصات بتساوح. بس ما هيقلكش كرامر. قالك باستخدام المصفوفات. يبقى هنحط المعادلاتين تحت بعض. اتنين سين زي التلاتة صاد. بتساوي سبعة. كذا انا هعمل ايه دلوقتي. والمسألة التانية. سين ناقصات بتساوي واحد. هو انت عايز ايه? عايز اقلب المعادلات دي من المنظر ده للمنظر اللي فوق ده. يعني ايه? يعني جيب ما صفت المعاملات. اهي اتنين واحد تلاتة سالب واحد. وجيب ما صفت المجاهيل. ايه مجاهيل دي? اللي المعرموز اللي عند ايه? ده هو المنظر ده هو اللي فوق. تعال انا اتأكد لك. مش المصفوف دي ما اضرب صفة في عمود اضرب. اتنين في سين باتنين سين. زي التلاتة فصاد. اضرب الصف ده في العمود ده. سالب واحد في سين بسين. واحد في سين بسين. سالب واحد فصاد سالب صاد. ما ده اللي مكتوب? بتساوي مصفوفة النواتج سابع واحد. يبقى انا كتبت المعادلة دي او المعادلات بالشكل الف سين حيث والمعاملات. السين المجاهيل الجيم النواتج. انتم ديت جيم事 ليه? يعني نسميها جيم. سميها بächlich مش فرقه. عايز اجيب مؤهل المعادلة. اجيب المجاهيل. اعمل ايه? هجيب المعكوصة ضرب للمعاملات واضربها في النواتج. هجيب المعكوصة ضرب للمعاملات واضربها في النواتج. يعني السؤال ده عشان احله. نعمل ازاي؟ نكتب تادي المصوفة ايه؟ كان المصوفة اسمها اتنين واحد وتلاتة وسالب واحد. مصوفة المجهيل سين وصاد. طيب النواتج كانت سبعة واحد. لو انا عايز بقى المجهيل اجيب المعكوس والدرب لدي. ازاي نجي المعكوس الدربي؟ واحد على المحدد. اتنين في سالب واحد. سالب اتنين ناقص تلاتة يديني سالب خمسة. القطر الرئيسي ابدله. والكطر التاني اغير اشاراته. وهضربه في النواتج. كده بتقى في الاول لان المعامل كان في الاول. اعمل ايا مستر. هنضرب مصوفتين ببعض. يعني درب المصوفت ده مش سايبنا? مسايبنا? لا مش سايبنا. هضرب بقى الصف في العمود. سالب واحد في سبعة سالب سبعة. وسالب واحد. تلاتة في واحد بسالب تلاتة يديني سالب عشر. هضرب الصف في العمود. سالب واحد في سبعة سالب سبعة. واتنين في واحد باثنين سالب سوا واحد يديني سالب خمسة. هضرب ده جوة يعني هأسي مع السالب خمسة يديني اثنين وهيديني واحد. يبقى قيمة سين باثنين وقيمة صاد بواحد. هكتبها مجموعة الحل اللي هو قال لي وجد مجموعة الحل يبقى هقول له اتنين بواحد. كده انا حليت المعادلات باستخدام المعكوس الضربي وباستخدام القانون اللي بيقول لو انا عندي مصفوفة مضروبة في مصفوفة سين المجهيل بتسوي نواتج وعايز تجيب السين تجيب المعكوس الضرب للمعاملات وتضربها اطلاصفة النواتج. ده كده علفتك زي بقيلة. هو ما فيش اسألة صعبة فيش دارة سهلة وجميل ورائع. دعنا اخد فكرة كده ونشوفها مع بعض. عاملة ازاي? لما يحب يجيب لك فكرة او يقولك تقييز مهارات عليا كل القصة انه بيسألك على حاجة خدتها في المرحلة الادادية. او حالي خدتها ترمعاول. زي السؤال اللي هكتبوا على الصبورة ده. يقولك اذا كان منحنة ده لدى السين. الف سين تربيع زيب به. يمر بالنقطتين. اثنين وصفر. وسلب واحد وسلب ثلاثة. باستخدام المصفوفات. اوجد السابت الف والسابت ده. عايز الف بيهو كان. اذا مش تعمل حاجة. تعال نفهم مع بعض. يعني كلمة يعني كلمة نقطة في الرياضة. يعني زوج مرتب. يعني زوج مرتب يعني. يعني قيمة سين وقيمة صلا. هي في صلاة في المسألة? اه ما هي دلت سين هي صلاة؟ يعني حسنة ده لدينة ده. يعني دي كأنها بالزابعت يقول ان دلت اثنين بتسوي صفر ودي معناها دلت سلب واحد بتسوي سلب ثلاثة. بس. يعني ايه دلت اثنين? يعني شري سين وحط اثنين وسوي الناتك بالصفر. اثني قس اثنين باربعة. اربعة الف. زائد بmniejه? بتسوي الصفر. اه دي معادلة. اه. يلا نفس الكلام. يعني ايه ده اللي تسالي بواحد. يعني اشي دي سنحط سالي بواحد. سالي بواحد تربيع بواحد. فالف بالف. زائب به. بتسوي سالي بثلاثة. من يولي انا عندي كم معادلة. معادلتين. رمزين. اوعي تقول بالحص. فبقى انت اجبرت والراجل بقولك باستخدام المصوفات. طب مستر عادي. احط المعادلة تحت بعض زي ما انت شرحت لنا دلوقتي. اربعة الف. زائب به بتسوي الصفر. والف. زائب به بتسوي بسالي بثلاثة. مستر ما تفرقش هكتب المعادلة. اقول اولا وتانيا ما تفرقش. هنجيب مصوفة المعاملات. اللي هي اربعة واحد واحد. واحد. هنجيب بقى مصوفة المجاهية. اللي هي الف هو ايه. هنجيب مصوفة النواتيك صفر بسالي بثلاثة. انت عايز ايه? عايز قلب به؟ عناية. هجيب المعكوس والضرب المعاملات. اربعة في واحد باربعة. ناقص واحد ثلاثة. وهمسك الكتر الرئيسي. ابدله. والكتر الثاني. اغير ازاراته وكل الكلام ده هضربه في النواد هضرب معي يلا هضرب الصف في العمود واحد في صفر بصفر وسلب واحد في صفر تلاتة يديني ثلاث هضرب الصف في العمود سلب واحد في صفر بصفر واربعة في صفر تلاتة يديني سلب اتناشا هقسي مع التلاتة يبقى واحد وسلب اربعة يبقى أنا جبت الآلف السابت آلف طلع بواحد والسابت باق طلع بسلب اربعة وطلع سؤال سهل جدا 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 وطبعا ممكن نتأكد من الكلام ده من طريق آلة العلمية ويبقى السؤال خلص وقتلق الكلام جميل جدا 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 وحاجة في ممتهى السهولة طب يا مستر معلش ادينا مسائل كده تانية يكون فيها يكون صعبة كده فيش حاجة صعبة ان شاء الله لو احنا ركزنا مع بعض حالا تعال نشوف السؤال الجميل انا هكتبه معنا دلوقتي ده وهجي فرصة نشوف مين يحلوا معايا للدرس ده السؤال بيقولك اذا كان ده بيجي اختيارات اذا كان الف سين با بتسوي الجيم يعني ده حصل درب تلات مصفات بعض جيم وعايز المصفة سين بكام وبدين اختيارات الاختيار الاول بيقولك الف قس سالب واحد جيم باقس سالب واحد الاختيار التاني الف جيم باقس سالب واحد جيم الف قس سالب واحد الاختيار الرابع الف قس سالب واحد باقس سالب واحد جيم تعال نشوف بقى السؤال ده لما يجيلي انا فكر ازاي هو بيقول لي عايز المصفات سين يعني ايه يعني اتخلص من الالف اللي قدامها اسمع كلمة قدامها دي قوي اتخلص من الالف اللي قدامها واتخلص من البيه اللي وراها لو انا عايز اتخلص من الالف اللي قدامها يبقى هضرب المعادلة دي كلها في الالف قس سالب واحد من قدام يبقى لألف مشت هنا. وده اللي نقول لك للنهاردة؟ آه. طب يا مستر البيه دي وراءت خلص منها. يبقى أضرب من الخلف في بيه السالب واحد. يبقى البيه هنا تمشي. لأن بيه السالب واحد في بيه الدنيا. آه. هنا بقى يبقى أضرب من خلف. يبقى من يقولي السين هتساوي بقى. ألف السالب واحد. جيم بيه السالب واحد. ده سؤال سهل جدا. طبعا سؤال سهل لو انت ركزت معايا وفهمت ازاي احل المسألة دي. يبقى انا بعرفك دلوقتي ازاي احل المسألة دي. ناخد مسألة تانية زيها برضو اختيارات ونشوف من يحل معايا. السؤال بيلك ألف وبهما صفتين مربعتين. وكان ألف بقى بتساوي به السالب واحد. فإن ألف السالب واحد يساوي نقط بدين اختيارات. ألف بقى. ولا بقى ألف. ولا ألف قسة اتنين. ولا بقى قسة اتنين. إله يا مستر. ده انت عايز ألف والسالب واحد. وإيه ده الكلام الانت كاد بقى ده. واجبك ألف والسالب واحد منين. آه تعال نحاول نفكر مع بعض. انا هضرب المسألة دي كلها في ألف والسالب واحد. ليه ليه. عشان احاول اجيبها. طب الاول يا مستر. انا انا شايف الاختيارات كلها مفيش فيها بيها والسالب واحد. طب ما نضرف به الاول. نضرف به من وراء كده. شمعنا يعني من وراء. عشان يبقى يعني اعرف حل. اللي انت عايزه. عايز تضرب في به من وراء ماشي. لو هضرب به في الخلف او اعمل ايه عشان اضرب. هضرب به في الخلف. يبقى انا عندي كده. الف في باق في باق. بتساوي باق والسالب واحد في باق. لما ضربت كده مصوفة تضرب في نفسها باسمها بقى تربية. لما هضرب باق في معكوسها الضربة يديني مصوفة الوحدة. بس انت لسه ما ما جيبتش الف السالب واحد. اه صح. طب انا هضرب في الف السالب واحد. ليه? لو ضربت الف السالب واحد في ايه هيديني هي الف سنة انت عايزه. فانا هضرب الناس اللي تقول لها في الف السالب واحد. من قدام. لما هضرب هنا في الف السالب واحد. وهضرب هنا في الف السالب واحد. هيبقى الف السالب واحد. في الف باق والس اتنين. وهنا الف في اي. يبقى يديني الف السالب واحد. وصلت ايه من الهنا؟ انه قالب السلب واحد بتساوي بقى سلبية. يبقى انا كده جبت المسألة وخلصت. واحد يقول لي يا مستر انا عندي فكرة تانية. قول. قول انت عايز تقول ايه. يقول لي انا قلت اقول انه قالب به بتساوي واحد على به. كلام ده غلط. الكلام ده لما يكون عندك ارقام حقيقية بس انا همشي معك. وبعدين عملت مقص. يبقى قالب به تربيع بتساوي. وفي حاجة اسمها في المصفات واحد. ده اسم مصفة الواحدة. ايه مش حاجة اسمها اسمت مصفات. انت بس بتقلف. هو شبه. شبه بعض. وبعدين يقنعني كمان مرة. وبعدين يا مستر لو عايز الف السلب واحدة يعني بجيب معكوس ضربي. فلو انت بقى عايز واحدة على الالف تديني به تربيع. ما هيتلعتها يا مستر. يبقى صاحب بتساوي بيه. الطريقة دي احلى. يا حبيبي ده الكلام ده كده غلط. الكلام ده لما يكون عندي اعداد حقيقية. اما انا بشتغل في المصفات. فلازم استخدم بالمعكوس الدربي. عشان ابقى بحل صح. عشان كده انا اعلمتك الطريقة الصح. عشان تفهم كويس جدا. احنا بنعمل ايه? وازاي نجيب المعكوس الدر. بتاع ناخد مسألة تانية كده ونفهم مع بعض. تاني هنحل ازاي باستخدام المصفات. ممكن يجي لك بقى مسألة لفظية. يجي يقول لك ايه? باستخدام المصفات اوجد عددين مجموعهم عشرة. والفرق بينهم اربعة. طيب بقول لي ايه يا مستر ده? باستخدام المصفات. او بديني فزورة. ما هو انت الكلام ده خدته زمان. انت بتنسى ليه? وما يعني انا عامل ايه يا مستر? نفرض العقد الاول سين والعقد التاني صار. لما اقول لك مجموحهم عشرة يبقى سين زائد ساوى عشرة. لما اقول لك الفرق بينه اربعة يبقى سين عصطات بتساوى اربعة. ايه اللي عندك ده? لمعادلات. طيب ما تحلها باستخدام المصفات زي ما شرحنا. تعال فكرك تاني بقى. نجيب المعاملات. هتبقى واحد واحد. واحد سلب واحد. هجيب المجاهيل سين صاط. هقول بتساوي النواتج عشرة اربعة. من يقول بقى المجاهيل بتاعت السين وصاط? اجيبها ازاي? شكرا المعكوس والضربي واضربه في النواتج. تعال نجيب المعكوس والضربي واحد في السلب واحد سلب واحد. ناقص واحد. اتنى سلب اتنين. هبدل الكتر الرئيسي سلب واحد هجيب هنا واحد. وغير اشارة. نضرب فين بقى? في النواتج عشرة واربعة. تعال نضرب مع بعض بالصف في العمود بسلب واحد ف عشرة واربعة اديني سلب ست. هاسم على السلب اتنين هيبقى سابعة ويبقى ثلاثة. اتكد ان انا اتكد ان انا اتكد ان انا انا كنت عارف ان انا سبعة او تلاتة اصلا من غير ما نحل بكلام ده كله. ولو قال لك باستخدام المصفات وعملت انت من غير ما تحل كده. انا بيقول لك ايه? بيقول لك اذا كان. انا بس عايز اعاكد عليك انه مهنا جديني اسئلة. مش كلفش حاجة اسمها تقص مهاراته عليا. بيعرف يعرف يقرأ السؤال ويفهمه ويقرأ براحة ونشوف مع بعض. زي السؤال الجميل ده. بيقول لو عارف وعايز منك هتحيل انا واصل. بتساوي ايه كسر. يوجد الف مني. مثل انا اهو ممتاز. قال لها مثل لما يكون المصفتين في بعض. احضر بهم بيسوا مصفت الوحدة. يبقى كده الالف معكوس درب البيه. والبيه معكوس درب الالف. يبقى انت لو عايز الف. يوجد درب البيه. يبقى الواحد على المحدد. اتنين ناقص اتناشر يديني سالب عشرة. وكتر الرئيسي ابدله. وتاني اغير اشارته. يبقى هي دي مصفة ايه? عايز ادرب العشرة جوه براحتك. يبقى سالب واحد على عشرة. وهيبقى ثلاثة على عشرة. وهيبقى اتنين على خمسة. وهيبقى معي واحد على خمسة بالسالب. كما انا جبت المصفة الالف? وطلع سؤال في منتهى السهولة والجمال. ناقض مسألة تانية كده ونفهم مع بعض. هو بيقول لي ايه معي. في بس ملحوظة مهمة جدا. انا عايز ا اكد عليها ان الف مدور. الكل السالب واحد. هي هي الواحد مدور. يعني انت لو مصفة عايز تدورها بعد انت جيبها معكوسها الضربي براحتك. صح. لو انت عايز تجيب معكوس تاني تاني. لو انت عندك مصفة عايز تدورها الاول بعد انت جيب معها معكوسها الضربي. هي هي لو انت جيبت المعكوس الضربي. وفي الاخر دورت. اقع تنسى في الناس بيقولها. شالي بيقول ده مهم جدا. مسألة تانية برضو سهلة كده. نتأكد بس بس بديك مسألة بتاع المعكوس الضربي. عشان تتأكد ان المعكوس الضربي تفهمه بقى كويس جدا. يقول لك اذا كان الف في باق اتنين واحد صفر خمس. وكانت الف عبارة عن واحد سالب واحد اتنين صفر. عايز ايه حضرتك يا مستر? عايز باقس سالب واحد. بكام? عايز المصفوف. معكوس الضربي المصفوفة بقى. اللي جي النهاردة ومركز معايا بقى. احنا قلنا المعكوس الضربي المصفوفة. ممكن تعمل في ممكن تعمل دلوقتي. يقول لها مستر انا عندي تاركتين. اول طريق انا ممكن اجيب معكوس الضربي اللي انت كاتبه ده. يبقى انا جبت الف في بي. قوله خلامك صح. بس هو احنا مش اتفقنا. انه الف بي ده. ده انا عندي معكوس الضربي اوزع. لما هكذا يبقى ما اسأل? هو عايز بي قلت سالب واحد? بتساوي واحد على سبعة. اتنين واحد سفر خمس. انا وزعت. بس ببدل. طب انا عايز بي قلت سالب واحد لوحدها. من يقول لي عمل ايه? ايه اللي مضروف فيها وراه? بس قلت وراه في الخلف. الف وسالب واحد. يبقى هضرب هنا في الف. واضرب هنا في الف. زي ما اضربته وراه سضرب وراه. لما هضرب ده في بعض يمشوا. يبقى الناتج من الاخر عبارة عن المصف. الناتج ده اتنين واحد سفر خمسة. هو عايزك تضربه في الف واحد وسالب واحد وثنان وصف. يعني هو عايزك تضرب الناتج ده في الناتج ده. لما هضرب ده ده يديني به السالب واحد على طول. يا نضرب مع بعض بقى. لو انا عارف الخاصية السؤال يتحلل في سهولة وطلع سؤال في منتهى السهولة. يلا بقى نضرب اتنين في واحد باتنين زائد صفر يديني اتنين. هضرب الصف في العمود اللي بعده اتنين في اتنين باربعة زائد صفر باربعة. هضرب بالصف ده في العمود ده واحد في واحد بواحد زائد سلب خمسة يديني سلب أربعة. هضرب الصف في العمود الأخير واحد في اتنين باتنين زائد صفر يديني اتنين. يبقى هي دي بيها السلب واحد وتلع سؤال صحيح. مستر دخل الاسمع السبعة جوة اللي سيبها كده حسب الاختيارات. لو الاختيارات فيها سوبعة بره وارقام صحيح هتختار دي. لو ملقيتش الاختيار ده وملقيتش فيه ارقام بره. يبقى هتأكد هتلاقي اتنين على السبعة اربعة على السبعة سلبة اربعة على السبعة اتنين على السبعة يبقى انا كده وريتك ازاي تجيب معكوز ضربي وخدنا افكار كتير جدا فيه تعالى بقى احاول ابدأ معك كده عشان خلاص الوقت بتاعنا دايق يعني احنا رمضان بيجري معانا كده واحنا كايفين الاستالة تخلص مين او لا اهدخلنا في الانتحانات واحنا ما بدأت ما خلصناش المنهج بتاعنا فحاول اخش على الوحدة الجده حتى هدى بدايتها بس هتكلم عليها الوحدة الجده بتتكلم على ايه على حاجة اسمها البرمجة الخطية ايه مستر البرمجة الخطية دي يعني ايه كلام ده من الاخر البرمجة الخطية دي معناها حل نظام متبينات تعالى فكرك يعني كلمة حل نظام متبينات جبريا وبعدين اقولك احنا طبعا التانيدي هنشتغلوا بيانيا ما البرمجة الخطية واقولك بيفيدنا بايه دليل افادة كبيرة جدا الشركات والمصانع وكل واحد عايز يعرف هو بيكسب ولي بيكسبش واللي بيعمل مشروع وبيعمل دراسة جدوى عن طريق دي البداية دي البزرة دي الأساس اللي هو اسم البرمجة الخطية. زمان كان يقولك اوجد مجموعة حل المتبينة دي. 30 زائد 10 اه ما هو الوحدة الأخيرة العبارة عن متبينات اكبر من الوحدة. لما دي جيت حل دي جابريا كنت بتودى العشرة لنحن التالي بعكس الإشارة. 1 نقص 10 سلب 9 كنا بنقسم على الثلاثة وخلي بالك لو أسمت على الثلاثة بغير بس أنا بقسم على الموجب يبقى ديني سلب ثلاثة. كنت ممثل ده على خط الأعداد على خط الأعداد كنت ممثل كده كنت ممثل على خط الأعداد كده أجي خط الأعداد بتاعه وأجي عند السلب ثلاثة وأعمل دايلة وما ظل الهاش لأنه ده ما فيش يساوي وأقول ده راحل أكبر مني يعني راحل ما لا نهاج. ده على خط الأعداد. أمال بقى انت استنادي بقى إيه بقى إيه؟ ده الكلام ده لما يكون مجموعة التعويضها طب لو كانت مجموعة التعويض بتاعتي حافها يعني ايه؟ يعني نفس المسألة هاخدها تاني. اهي؟ لو أنا عندي ثلاثة ثلاثة زائد عشر أكبر من واحدة حل أنها تلقت في الآخر سين أكبر من السلب ثلاثة. لو أنا بقى مجموعة بتاعتي تحافحة يعني أنا ببثل الكلام ده على محور السينات والصدات فين الكلام ده؟ بترسم المستقيم ده المستقيم اللي اسمه سين بتساوي سلب ثلاثة. هو فين سين بتساوي سلب ثلاثة؟ يعني خط مستقيم يوازي محور سين بس اللي خدناه سين بس يبقى خط مستقيم يوازي محور السدات. مستر التالت تعمله بنقاط ليه ما وصلتوش كده بالمستر على طول؟ هقوله لأنه ما قالش أكبر من قوي ساوي الثلاثة. هو قال لي أكبر من الثلاثة بس. يعني ما قاليش إن السلب THL فimsها معي فعشانا أقطاه. طيب فين بقى المنطقة بتاعتي؟ الأكبر من الثلاثة، الأكبر من الثلاثة، مين يقول لي فين المنطقة الأكبر من السلب ثلاثة؟ بكل ده. كل المنطقة دي أي رقم هنا قيمة سين فيها أكبر من السلب ثلاثة. طعيل النائي أي زوج مرتز تبيعي يأجبك. هنا لزوج المرتز التастьه دي كم و كم ؟ سلب واحد ومسلا و اتنين. يعني قيمة سيم فيها أكبر مثل تلب صلة ولا مش أكبر? أكبر. هاتل الرقم ده كم و كام؟ ده مسلاً ثلاثة وسслиب أربعة. قيمة سيم فيها أنا بكلم عن السين أكبر مثل ثلاثة. أه أكبر، يعني المنطقة دي كلها ولنا نعمل لنظل فيها دي. كلها 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 مع عدد خط نفسه. كلها كلها المنطقة دي قيمتها. قيمتها كلها. مش قيمة سين فيها اكبر من السلب الثلاثة. اه صح. اللي هو نص المستوى ده كله. يعني لانا قرصة بتاع تقسمت نصين. نص على يمين السلب الثلاثة عشان اكبر. والنص التاني على شمال السلب الثلاثة. يبقى لما يكون السين اكبر من السلب الثلاثة اخدتك ونص اللي مين. ده اسمه كده حل المتبينة بيانيا. مش هلش رحتنا نفكرنا بالمتبينة. انية. نجي يقول لك اوجد مجموعة حل المتبينة دي بيانية. خمسة سين ناقص سبعة اقل من او تساوي اتنين سين ناقص واحد بس قال لك فحه فحه وقال لك جنبها بيانيا. طيب يبقى الاول اول خطوة هحلها الاول. هوا تجمع السينات مع بعض. مش هينفع هنا يبقى سين وهنا سين. كنا بنجمع السينات مع بعض. يعني اقول خمسة سين ناقص اتنين سين. وهجمع الاقام مع بعض. سالب واحد زائد سبعة. خمسة ناقص اتنين تلاتة سين. سالب واحد وسبعة ستة. خلي بقى هنا في يساوي. هقسم على التلاتة. يبقى اصغر من او تساوي الاتنين. يعني السين اقل من او تساوي الاتنين. مجموعة الحال اللي كنا زمان بنحلها فحه. يقول لك من اتنين لما من سالب من انهاية لغاية اتنين. لكن لما قول لك فحه فحه وعايز احل بيانيا. بترسم المستقيم. سين بتساوي اتنين. يعني تيجي عند الاتنين. وترسم خط مستقيمي وازي محور الصداط. نستطيع المرة دي بقى تقلت كده على وما دخلتوش في نقط. لان فيه يساوي. ان الاتنين عايزها معي. انا بقول اقل من الاتنين او يستوي الاتنين. فيبقى المنطقة لكلها اقل اقل اللي على شمالها. كل المنطقة دي اي قيمة سين فيها هتلاقيها اقل. طبعا لو السؤال ده بقالي هتشغبك كده. في الامتحان ممكن يجيبك الرسمة مرسومة. ويقول لك اختر الاجابة الصحيحة. اي من الرسومات الآتية تعبر عن المتبينة ويديك اختيارات متبينات. لما يكون الرسمة كده يبقى كده تختار سين اصغر من او تساوي. ليه هختاريه يساوي عشان الخط ده مش منقط. يبقى هو السؤال بيه كده. يبقى المربجة الخطية. ان انا بعرف منطقة الحل اللي بتحل بيها. يبقى اول موحوظة عايزة تاخد بالك منها. امتى نعمل المسألة بتاعتي. من خط بتاع النقط لما يكون مفيش يساوي. امتى عمله متصل زي ما انا عملته متصل كده لما يكون في يساوي. دي اهم حاجة عايزة تستفيدها مني عشان تعرف ازاي بنحل. دي متبينة في رمز واحد. طب لو عندي متبينة في رمزين او معادلة في رمزين. تعال فكرك الاول لو انا عايزة احل دي بيانيا. زي الثلاثة صاد بتساوي ستة. انا اخليها اكبر واصغر احنا عندنا نقدم تكلم عن المتبينات بس انا بتكلم على دي الاول. دي كان اسمها معادلة في مجهولين. عشان تحلها كلها عدد لا نهائي من الحلول. عشان خاطر تحلها كنا بنحلها بياني. كنا بنجيب خط مستقيم يخلي الطرف المي ساوي الطرف الشمال. انا عايز المعادلة اللي بتخلي الطرفين بيساوي بعض. طب لو انا قلت بها اكبر من او يساوي. يعني انا عايز قيمة حل المتبينة اللي فيها قيم سين وصاد. لما اضرب السين في اتنين. واضرب الصاد في تلاتة. واجمحهم يطلع الناتك اكبر من او تساوي ستة. هنحلها كأنها معادلة الاول. عشان اجيب خط المستقيم بتاعي. اسمع لي بقوله وركز معي قوي. لان المستقيم ده هيئس من مستوى النصف عند الوقت. تعامل معاك كأنها معادلة. كنا نرسم المستقيم ازاي? كنا بنعمل جاد والزمان واحنا في اعداد. وكنا بنختار قيمة امتين تلاتة قيم براحت. افضل حقيقة تكون تلاتة. واسهل ارقام صف روح اتنين زي ما انت كنت بتعمل. جدع. واحد يقول لي يا مستر ايه نخليها امتين. مرة نسيلي سين وحط صف. مرة نسيلي سين وحط صف. براحتك برضو. اعتبارها معادلة دلوقتي. نسيلي سين وحط صف. يبقى الصب بكام. ستة عال تلاتة اتنين. طب لما تسيلي السين وحط صف. يبقى السين بكام. ستة عال اتنين تلاتة. مستر لو انا وصلت ده بالمسترة كده. انت ليه خليته متصل عشان هنا. هو بقى اني منطقة. الخط الكبير ده قسم الصفحة نصية. نص فوق ونص تحت. المنطقة الحل لاني واحدة. قالك هجرب. لا يقول لي اكبر فوق. مش شرط. لا ما تقولش كده. لازم الاول نجرب. نجيب اي نقطة في الفضاء هنا. هنا هنا. واحد يقول لي ما تجيب النقطة دي سهلة. ايه النقطة دي يا ابني. سفر و سفرة. مثلا دي اصع حاجة في الدنيا. ما تيجي يعيب العوقع بصفر و سفر. طبعا مش هين فعيب العوقع بصفر و سفر وru. لو كانت الخط بين rumorه بنقطة صفر و سفر. مش هين فعيب العوقع بصفر و سفر. اعمل ليه اللذي الوقت يا مستر؟ ع szerفة دي في المتبينة دي شير السnet وحط صفر وصفر وشير السست وحط الصفر عشان نشوف ذجني موجود في المنطقة دي. اق湾 لاػه لے ما عود دين صفر. اكبر من او تساوي سوياً هو صفر أكبر من الستة؟ لا يا مستر الصفر أكبر من الستة ازاي؟ يعني الصفر وصفر ده ينتمي ولا ما ينتميش؟ لا ده لا ينتمي لمنطقة الحل. معنى الكلام ده أن منطقة الحل مع الصفر وصفر ولا عكسها؟ مع عكسها أكيد لأن الصفر وصفر موجود فيها. يبيب منطقة الحل للمنطقة اللي فوق. مش قلت لك فوق والله يا بنحظ. لا مش شرط مش شان أكبر. إفراد الإشارات هتسالب فرازل تركز أنا بقولي قوي. يبقى تاني أدي منطقة شغبط كده؟ آه بتشغبط كده بتقوله إن دي منطقة الحل. تكتب عليها كده لمنطقة الحل. يبقى أنا كده. طب ليه خليت الخط ده متصل؟ علشان خطر فيه يوساوي. هو ده المنطقة بتاعت الحل. ودي المنطقة العكس التاحة. اللي هي أصغر من الستة. أصغر من الستة. بقول أصغر مقولش أصغر من يوساوي. لأنه قلت فوق أصغر من الستة. طلاب الصف الأول السنوي هنكمل بس مسألتين كده على المعكوس الضرب مع بعض. طبعا أستاذ إسماعيل قال كل حاجة وشرح وافي ما شاء الله على المعكوس الضرب المصفوفة. أنا عندي بس ملاحظة كده لو جات لي المسائل بالشكل ده. بص كده على المثال ده. بيقول لي هنا إيه؟ عند حل المعدتين ألف سين زائد به صاد يسوي خمسة. وجيم سين زائد دال صاد يسوي سلب واحد. وجد أن المصفوفة ألف وبه وجيم ودال معكوسها الضرب هو ثلاثة اتنين سلب ثلاثة واحد. فإن سين زائد صاد يسوي نقط ومديني اختراض. أنت فهمت يعني إيه معكوس ضربي أنا معاك. بس في حاجات كده ملاحظات صغيرة ممكن توقفك لازم ناخد بلنا منها قوي. بيقول لي لما تيجي تحل المعدلتين دولار. خلي بالك أن المعكوس الضربي للمصفوفة دي هو ده. يبقى لما يجي لك هنا تبقى أنت عايز تجيب المعكوس الضربي ده. لا خلاص بقى هو جاهز تحط مكانه ده. إذا يبقى ألف وبه وجيم ودال لما نحط عليها قص سالف واحد المعكوس الضربي. يبقى نعوض عنها بثلاثة واثنين وسالف ثلاثة واحد. لما تيجي مع بعض نحلهم الأول عادي. مستر إسماعيل علمنا إزاي نحل ديت. هنجيب الأول مصفوفة المعاملات. اللي هي مين؟ ألف وبه وجيم ودال. صحي كده؟ تمام. واضربها في مصفوفة المجاهيل اللي هي عندي كم مجهول قال لتنين في سين وساط. المفروض هتساوي النواة تجي النبارة اللي هي خمسة وسالف واحد. أهو بالمنظر ده. يبقى ألف وبه وجيم ودال لما اضربها في سين وهنا صاد. هيساوي خمسة وسالف واحد. عشان نجيب سين وساط. يبقى أنا هتخلص من ده إزاي إن نضرب في معكوس الضرب. ومستر إسماعيل علمنا إن ده لما يكون في الأول يتضرب في الأول هنا. يبقى أنا هجيب المعكوس الضربي ده. يبقى أصبحت سين وساط بتساوي إيه؟ ألف وبه وجيم ودال قص سالف واحد. في مصفوفة النواتج اللي هي خمسة وسالف واحد. مش هو ريتس إسألك من شوية إن لما تلاقي المعكوس الضربي ده. حط مكان المصفوفة اللي عندك قال لي تمام. خلاص شيل لده كده أهو ما هو ده المعكوس الضربي الألف وبه وجيم ودال. عشان عليه قص سالف واحد. شيله وعوض عنه بيه تلاتة واثنين وسالف تلاتة وواحد. إذن أصبحت سين وساط بتساوي شن ده وعوضنا عنه بثلاتة واثنين وسالف تلاتة وواحد. هيتضرب في خمسة وسالف واحد. زي ما قلنا لما أضرب بضرب الصف في العمود. إذن أصبح سين وساط بتساوي تلاتة في خمسة زائد اتنين في سالف واحد. قال لي يبقى خمستاشر ناقص اتنين هيدينا تلاتة ونضرب الصف الثاني في العمود نفس العمود ده. هيبقى سالف تلاتة في خمسة بسالف خمستاشر. زائد واحد في سالف واحد بسالف واحد. فيبقى سالف خمستاشر ناقص واحد يدينا سالف ستاشر. إذن السين هتساوي تلاتةاشر والصاد هتساوي سالف ستاشر. هو كان عايز مجموع سين زائد صاد. هقول لي يبقى سين زائد صاد. هتساوي تلاتةاشر ناقص ستاشر. الإجابة تطلع سالف ثلاثة. أختار سالف ثلاثة. دي من الفكرة الجميلة على المعكوس الضربي للمصفة. مثال تاني كده سريع مع بعض. دي احنا خدناها مستر إسماعيل خلاص. بيقول لي إذا كانت المصفوفة بي هي المعكوس الضربي للمصفوفة ألف. فإن مين في دول الصح؟ احنا ليس سيئلها من شوية. مستر إسماعيل قدرنا كده. إن المعكوس الضربي لما يضرب ألف في بيه يدينا آل. خلاص يبقى أنا أختار بإن ألف في بيه بيساوي آل. دي سهلة خلاص يا مستر. ناخد مع بعض الفكرة اللي جاية. إذا كانت ألف مصفوفة مربعة. وكان ألف تربيع بيساوي آل. فإن المعكوس الضربي للألف يساوي نقط. ومديني اختيارات. مين في دول الصح؟ يا ترى المعكوس الضربي الألف هل هو مصفوفة صفرية؟ لو بديك الأفكار بقى اللي هي مش مباشرة. مش هتديك قيم وتقعد أنت تضرب وتعملوا كلام من دا. لا أنا عايزة للحاجات اللي هي. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ مستر إسماعيل في الأول شرح لك. وولا رأيك يعني إيه معكوس ضربي لمصفوفة؟ ويعني إيه لم أضرب ألف بيه دينا آل؟ فإننا بيقول لك كانت ألف مصفوف مربعة وكان ألف قصة اثنين بتساوي آل. فإن المعكوس الضربي للألف يساوي يا ترى المصفوفة صفرية؟ أم ألف؟ أم اثنين ألف؟ أم ألف زائد آل؟ دعا كده معاه. أول حاجة أنت عايز مين؟ قال لي عايز لمعكوس الضربي للألف، قال لي ماشي. أول خطوة، كنت بتقول لي ألف قصة اثنين بتساوي المصفوفة آل؟ قال لي مظبوط، تمام. هقول له يبقى خلص، إننا عشان أجيب المصفوفت اللي هي المعكوس الضربي للألف. قال لي هضرب الطرفين هنا Bir 一 sind 1 هنا وهنا ضربت هنا في ألف قصة سالب واحد وهنا في ألف قصة سالب واحد tiếp تمام، يبقى ألف قصة 2، لما ضربها في ألف قصة سالب واحد، هيدينا ألف، هتساوي، هنا خلي بالك I في ألف قصة سالب واحد قال لي I في أي حاجة ما أنت قلت يا مستر هي نفسها. يبقى أصبح ألف، بتساوي المعكوس الضربي للمصفوفة ألف. إذا يا مستر، يعني ألف قصة سالب واحد يدينا ألف قال لي I بأختار المصفوفة ألف. يبقى تاني، أنا ضربت الطرفين في ألف قصة سالب واحد، ضربت هنا وهنا. فيبقى ألف قصة 2 في ألف قصة سالب واحد، هتساوي I في ألف قصة سالب واحد. ألف قصة 2 في ألف قصة سالب واحد، إذا كان المعكوس الضربي بتاعها، هيدينا ألف. لكن I في أي مصفوفة تطلع نفس المصفوفة، احنا أخذناها قبل كده وعارفنا. تمام، آخر تمرين أختم معاك بي مشان وقتنا. آه، سؤال جميل أو يختم به مع بعض. إذا كانت سين بتساوي واحد وزا سيتا وسالب زا سيتا وواحد، فإن المعكوس الضربي لسين بيتساوي مين في دول؟ نيجي بقى نفكر شوية، مش في العادي بقى خارج السندوق شوية. إذا كانت سين بتساوي كده، فإن المعكوس الضربي لسين بتساوي مين؟ يا وأبد اشتجت تربيع سيتا في سين؟ عمقا تربيع سيتا في سين؟ عمقا تربيع سيتا في سين مد 뉴스؟ اللي يعرف بتpis؟ عمقا تربيع سيتا في سين مده؟ مين في دول الصحب؟ أقوله في البداية دق. أنا معرفش، أنا مسمة سنة سنة! الأول أنت عايز حاجة مين؟ الذي أريد أن أجيب المعكوس الضرب للسن. هل تجد أدخ Laxweebowski على جيب المعكوس للسن؟ ما هي؟ سماعيل علمنا كيف نجيب المعكوس لضرب للسن. أولا نجيب المحدد دي. المحدد نضرب الكتر الرئيسي، ناقص الكتر الآخر. يبقى واحد في واحد بواحد، ناقص السلب ز God في س. في دينا سلب ز تربيع، وفيه ناقص دينا موجة بزا تربيع يبقى أصبح 1 زائد زا تربيع وانت عارف القانون ده يبقى أقول له 1 على 1 زائد زا تربيع بعد كده نعمل ايه؟ مستر قال لنا هنبدل الكتر الرئيسي ونغير إشارة الكتر الفرق قال لي هنا 1 و 1 مش هنبدل خلاص هو هو يبقى 1 و 1 لكن نغير الإشارة يبقى هنا سالب وهنا الموجة يبقى 1 و 1 وهنا موجة بزا سيتا وهنا سالب زا سيتا مستر ما احنا خدنا في حساب مسلسات إن 1 زائد مربع الزا يدينا قا تربيع خلاص يبقى 1 على القا تربيع فيه 1 وهنا 1 وسالب زا وموجة بزا قال لي تمام أهو يا سيدي قال لي واحدة واحدة كده علي كلنا عارفين إن القا مقلوب الجتا إذا المقلوب القا يدينا جتا تربيع ماشي؟ يبقى 1 على قا تربيع سيتا يساوي جتا تربيع يبقى كده أنا وصلت لوحدة من دول جتا تربيع يدي يدي طب نبص الكويس على ده كده قوي قال لي إيه ده يا مستر قال لي أكيد ده علي علاقة بسين هل ده هو سين عشان أختار سين ولا المدور بتاع سين قال لي يا مستر آد أنت كده خلي بالك إحنا قلنا في المدور الكتر الرئيسي ما نجيجي جنبه خالص ينزل زي ما هو لكن بنبدل الكتر الآخر أهو فعلا يبقى واحد وواحد هينزل أهو وهنا سالب زا هتبقى هنا والزلط بقى هنا مصبوط إذن ده المدور بتاع سين زي ما قلنا بنخلي الصف عمود الصف الأول يبقى العمود الأول الصف الثاني يبقى العمود الثاني وقلنا بمعنى صح إحنا إن الكتر الرئيسي بيبقى ثابت وبنبدل أماكن الكتر الثاني اهو إذن ده يا مستر هي السين مدور يبقى هاختار جتا تربيع سيتا في سين مد أو سين مدور ده كان يعتبر خلاص آخر سؤال لك كان فيه سؤال كده على شبه المتمثلة معلش خليك معي كده في شبه المتمثلة تاني عشان السؤال ده برضو حلو بتاع امتحانيات هقولولك بسرعة كده معلش إذا كانت ألف مصفوفة شبه المتمثلة على النظم اثنين في اثنين فإن المعكوس الضربي للألف تكون لو جبت المعكوس تضربه ألف سنة واحد للمصفوفة تكون متمثلة ولا شبه المتمثلة ولا مصفوفة كترية ولا غير موجودة حتى فأنا نجيب أسئلة شوية خارج السندوم مع بعض جاب لي حاجة زي كده في الامتحان أقوله استن مثل انت علمتنا أن ألف مصفوفة شبه المتمثلة تعال كده مع بعض نفرضها يعني شبه المتمثلة يعني الكتر الرئيسي سفار وكل عنصر من عناصر الكتر التاني هيكون معكوس جمع للآخر تمام يبقى أول خطوة نقوله نفرض أن الألف صفر وصفر هنا سين يبقى هنا سالب سين معكوس الجمع قد الألف تعال كده نجيب المعكوس الضربي بتاعه مستر إسماعيل علمنا إيه قال لي كالقاتي هنجيب المحدد بتاع ده قال لي المحدد بيسوي صفر في صفر بصفر ناقص سالب سين تربيع يعني موجب سين تربيع يبقى المحدد هيطلع بسين تربيع هقوله يبقى واحد على سين تربيع بعد كده هنبدل عناصر الكتر الرئيسي قال لي الصفر والصفر خلال زي ما هم سابتين مش هنبدل مش فرق معادي ونغير إشارة الكتر التانية يبقى هنا سالب سين وهنا موجب سين قال لي مظبوط قال لي خلاص اضرب دي مرة هنا ومرة هنا يعني نقسم كل واحد من دول على سين تربيع صح كده قال لي مظبوط يبقى صفر على سين تربيع هيديني سفر مظبوط قال لي مظبوط يا مستر تمام اهو يبقى هنا صفر وسالب سين على سين تربيع يبقى سالب واحد على سين وسين على سين تربيع بواحد على سين وصفر على سين تربيع بصفر ايه ده يا مستر ده طلع الكتر الرئيسي بصفار قال لي آه والكتر الآخر كل واحد معكوس جمع للتاني قال لي تمام يعني إذا عايز تقول لي ان المعكوس الضربي للألف هيطلع برضو مصفوفة شبهة متمثلة اختار الاختيار رقم به كده مش الوقتين خلص اه انا ديتك افكار المعكوس الضربي للمصفوفة اكملنا مع مستر اسماعيل ما شاء الله بصراحة شرحه جميل جدا شرحه وافي انا في النهاية بشكر جميع الطلبة اللي شاركه معنا بشكر مستر اسماعيل على الشرح الجميل وبشكر كل القائمين على العمل الجميل ده اللي وصلونا بكم كان معكم اشرف طلعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته